مع كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبدالوهاب البغدادي يتألف هذا الكتاب كتاب التلقين من 25 كتابا و 35 بابا سيجاريين أرد بنشرف إن شاء الله في المجالس يدفدون نياذا ربي صحاني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبدالوهاب البغدادي وقي ذا المجلس 8 ذي تكتاب شرح كتاب التلقين للقاضي عبدالوهاب البغدادي رحمه الله يتكمل ذي العبادات الساقي مايرض ربي دي نهضر في باب في الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل أربعية مثال نحو جيث انتياكو نحو جانسين في الإمامة النبي عليه الصلاة والسلام من ناد إنما جعل الإمام ليؤتم به ونسين أحكام الجماعة صلاة الجماعة ومن خصائص الإسلام الجماعة أطاسنا الحسنات أطاسنا الأجور مثل قرنين يقفكا ربي صبحانه عز وجل للجماعة ويد الله مع الجماعة وقضاء الفوائت لا شك أن الإنسان إزمر ذي يغفل أذي يتسو أتفث ظلف وقضون الظلرة ذي الوقت يعني ألمي الحندي العمر أم بعد حصان بالتظليث الجهة تظليث فرض وإن كان حصان سي البداية ولكن سي لا الغفلة أم بعد أذغر من في الظلان سن أكذ النوافل والنوافل صلاة التطوع يناد القاضي عبد الوهاب في السياف ويرحم يقدم في الإمامة كل من كان أفضل الإمامة مقام رفيع أم كانس علي الشانس علي يناد النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام إمام ليؤتم به المأمومون وهذا يظل ندفير لا يكبرون حتى يكبر مفذل نتظر المفذل الإمام يخدم تكبيرة الإحرام أرخذ من يثني التكبير ولا يركعون حتى يركع مين يركع الإمام أضرك عن ذفيرس لا يسبقونه ولا قرس ويرن ولا يسجدون إلا إذا سجد ولا يرفعون من الركوع أو من السجود إلا إذا رفع أذفعا أذفرا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به الإمامة أم كانس علي ذي نمي الإمام القاضي عبد الوهاب يند يقدم في الإمام الإمامة ورزورا من كان أفضل ألفقها فكانت تفاصيل في الأفضلية لن تتفاصيل ولكن نتقيد بما ورد في الكتاب إمدين والفقيه أولى من القارئ بعد لن تفاصيل كيف كيف والمقارنة لن أعمار يعني فيه تفاصيل نتقيد بهذه الكلمات الموجزات الهادفات والفقيه أولى من القارئ بلا الشكل ما لا تظل من الدنيا يدفر الإمام أدفونا تظل أن يدفر الإمام يغانا نميح القرآن يحفظون المليح يكسعن الصوف زرد كان في صلاة الطراويح خطر صلاة الطراويح قريث الغشي يدفونا الظلم في الإمام الذي يجيد القراءة يقرأ جيدا يعني للخشوع بنية الخشوع والراحة أريحنا بها يا بلال هذا أمر مشروع مشروع باش الإنسان أذي يبغون وذي الظلد فير مثلا ونس عن القراءة الجيدة وهكذا ولكن ما إلا الفقيه أكذ القارئ يون يحفظ القرآن ويض فقيه ذاكي إنك الفقيه أولى من القارئ أي غر أخطر ذي الظليث الذي يجزئ ما تيسر من القرآن الإمام أين يحفظ أنت صور فين الله يباري يحفظ أجزاء من القرآن بعض الصور ما يجزئ يقرأ صورة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقرأ ما تيسر من القرآن وهذا القدر يجزئ يكفي من الفاتحة الإمام هذا الظالم في القرآن أينك سن أينك يحفظ ليس شرط يحفظ القرآن الكريم ولكن أي دين الفقه يزوار صاحب الفقه يزوار أخطر الإمام إذا مرس طوارئ أم شرط تيفر مثلاً إغراض الظليثيس يتسو ركع سجد قبل الركوع إغراض كان بعد يروح مباشرة إلى السجود يتسو الركوع ماذا يصنع ما يليخ من السجدة الأولى وبعد نهض قبل السجدة الثانية إكرد أم كي رقع الظليثيس ما إلا مثلاً دي صلاة المغرب إزال ركعتين بش دي قمر التحيات يغفل يتسو إن فصلا إن فصلت يداه وركبتاه من الأرض هل طار أذي أذي يغال بش دي خدم التحيات أنا غذي كمل أذي فد دي غر القرآن هذا يخدم صلاة ركعة هذا الظل ركعة ثلاثة ماذا يصنع في الحالتين هل طر سجد السهو القبلي سجد قبل السلم سجد السهو البعدي سجد بعد ميك سلم سي ظل ثيس ذي شريخ ذم ما إلا مثلا إثروح السلايا وفتيح عليه ذي شريخ ذم لا يخسر صلوظ لا يتظل يخسر صلوظ ماذا يصنع يعني مسائل كثيرة مسائل كثيرة تطر على الإمام لذلك الفقه يحوى جث الإمام أكثر وإذا جمع بينهما فذلك أفضل ما يجمعي القرآن الفقه طبعا هو المفضل يقدم في الإمامة كل من كان أفضل ولكن ما كان الفقه يجوز مش شرط يعني ممكن ينذي لمفضل ويقدم للصلاة وصلاته صحيحة وإمامته صحيحة مجزئة إلى القدر يريم ذانا زورنيون العبدان القرآن زورنيون وهكذا ذي الإمام سابق كل هذه المعايير موجودة ميلاذ قخان في ندم ذنس الأولاذ الظل سينفجاون ذنس لا يؤمل في بيته ولا في سلطانه ولكن ميلة زوريون ذا النظم دين في لا حرج بشك ديني بلي في شريعة ساعة الشريعة الدفك الأولويات الدفك الأفضليات ولكن في الأمر ساعة ثوسع المدينة ومقامات المأموم مع الإمام أربعة أربع مقامات أربعة مقامات المقام الأول أند أحدها للصلاة للصلاة ققوا الجماعة بثنين لنسين فهي جماعة جماعة أي خلف الإمام إناد القاضي عبد وذلك للرجلين فأكثر ميلة اللي إنسان سين يرجزن نغشثر الظلم ذفير للإمام خطر سين وردز ما يوني الظلم وردز ذفير الإمام خاطئ ميلة سين الظلم أند المقام نسم خلف الإمام سين نغش أكثر وللرجل والصبي العاقل إما إلا يون بورجز كان أكذ يون بقشيش ولكنه عاقل غسد قشيش مزين مشطوح معناه مميز مشي عديم التمييز أذي لمميز والتمييز هو معيار يدرك به الصغير الأمور والتصرفات بشكل مجمل بلا تفصيل ما يون بورجز أكذ قشيش عاقل أظل لن ذفير للإمام والمرأة وحدها إما يليون هذه الظل ذفير ثمطث ثمطث يوث أما ثمطث يس أما ذي ما سم ذي والتما سم جدا سم ثمطث أتظل ذفير غسل ما وحدث وجماعة النساء طبعا من باب أولى مدام المرأة وحدها تصلي خلف الإمام فجماعة النساء أيضا يصلينا خلف الإمام وكذ المقام الثاني المقام الثالث والثالث الثالث صفوف خلفه إن الصفوف الذي نرى صفوف ميل الله يبرك قوان الغشي أتظلم ذل الصفوف أتظلم ذل الصفوف والإمام يذكر المأمومين بتسوية الصفوف لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة إن صفوف ثالث صفوف خلفه أي خلف الإمام وذلك للرجلين فأكثر مدن للرجلين فأكثر سينير جز أكثر مع تذلك بمكان يضيق الإمام غير الزاف أتظلم فيرسين وأتظلم فيرسين وأتظلم فيرسين وهكذا موليش أتخذ مني ونصف ميل ذم كان يوسع أتخذ مني ونصف ومعهما يعني رجلين إمرأة أو نساء ذا ميل ثلاث مطوث أتخذ من صف واحد أتخذ مني أتخذ مني أتخذ مني أتخذ مني الإمام ونصف ونصف مطوث ما هو حدثات أتخذ مني أتخذ مني المأمومين ميل أتظل يذسنت إن الرجال يقومون صفا خلف الإمام والنساء خلفهم إرغازم أتخذ من الصف ذا فير الإمام فيلاوين أتخذ من الصف ذا فير المأمومين الرجال ذا فير يرغازم فقيد الشرع مشي قضية الأفضلية قضية كل يوذم قاميس وطبعا هذه الأحكام الفقهية لها مقاصد والرابع إلى جنبه وخلفه وذلك للرجل الواحد والمرأة أو جماعة جماعة النساء يعني المقام ويصار هذا الظال يعني فيذيس من الإمام وذفير اسم المي ميلايون بورقاز أو كذيوث نطمطو ثنغط نطلوين أمشاري الظال الإمام أمشاري الظال أمشاري الظال أمشاري الظال أمشاري الظال يعني فيذيس الإمام سيفوسيس والنساء خلفه في لون الفيرس أمشاري الظال أمشاري الظال أمشاري الظال مبلشك سعى القيمة لذلك كيمي فنن مدن الجوامع ذي ثذرين ذي ثمذينين بش إمذن أظل صلاة الجماعة أما ذي الجوامع أما ذي خامن السؤال حكم صلاة الجماعة تقرر في المذهب المالكي أن صلاة الجماعة مندوب إليها يعني ما كي فرض تصور لو كان ثظليث من الجماعة فرض لشو تسيف رثينس آمي آمي إلا واندا ولش الغاش سياد وحدي ثلها مندوب حكمها الندب ماشي الفرض ماشي الوجوب أي أرميم يوني ما الذي الخلا آآ يتفلاح نغير القضاء زمور نغير يكسال المال يلهي يرفع الأذان ولكن ولكن إذا كان يتصرجوا الغشاس دي سلن ماذقم كان ندولش لذيون ميلي الذني لها موري ذنا را ماشي واجب ماشي واجب فإذا غير موضوع عقيد على الأحكام سيأتي بيانها في الوقت المناسب إذن صلاة الجماعة ما حكمها الندب حكمها الندب يندو الجماعة في غير الجمعة أي غر خطر صلاة الجمعة في رقز فرض في لوين خاطئ سوى لصاحب عذر ونسان لاذر ضموظين ذم سفر وإن سقطت عنهما الجمعة ما تشيء الفرض في اللسم أما فمسافر أما في نيوظن وإن إسان لاذر ولكن الجماعة حكمها الندب سؤال مطروح هل يجوز بشنح في الصلاة الجماعة نتفق أدنيني ولاش تظلي في الجماعة لا نغاد ننيني ونتظل ركو للجوامعة لا أسقيم ثقي صلاة الجماعة شعير من الشعائر التي تحترم وتقدر إلا قد تحترم خطر لجر اسم قر أزل اسم قر نغاد الصلاة والسلام في حديث ابن عمر يناد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة ونرى الظل تظلي في الجماعة يسعى سبعة وعشرين درجة زيادة الأفضلية في نري الظل وحدث يكفي هذا الحديث الذي يرغب ويحبب الناس في صلاة الجماعة ما الظل وحده صلاتك تجزي بها تحقق براءتك الظل وحدك ذاين أربي فرض في لك تظلي فرض في الله تظلي ويني ظل وحدث الصلاة الصحيحة تجزي وذي قبل رب إن شاء الله نسأل الله القبول ولكن ما يظل صلاة الجماعة أشحالك سعى سبعة وعشرين درجة درجة يقول ضرار القيم يسأشحال درجة لا ندري لا ندري اشحال القيمة بلكم كل درجة تساوي الحسنة 12 أيام أراد يوي بنادم سي الفعل الخيراتي يخدم لا ندري يعني العلماء ناندربونا نبي صلى الله عليه وسلم حينما قال درجة فاقي باش اذي الزو اللحمالة نتظلي الجماعة ذي قولاوين باش ادخذ من مدن الجوامع مايلا ذغ تظل ديق خامن ذاقي نصيحة وإلى قرن اخامن الناغ كوليون ذي تظل وحدث غاسل مايلا تقريب من القاعدة كوليون وحدث صليوا ورفع صباتك يلا خطار إذا ما تصرى جغارة فمتطلنا سبايث كوزين وإن ما زل دي وجيد وإن تضروا إياك أصنوا تصلي ولكن تظلت الفجر مثلا وننروح لغة الجامعة الأمر ميسور فظلت العيشة ونطف لحال ديق خام ماذا وإن يغل حال دي الخلا أمش رب الرباع الله غالب أندى ثوالحال ذي الظل وخلاص ولكن فقد فتغ إشارة باللي يلها أنخذ صلاوات صلاة الجامعة ذي خام النغ كتو وشول النغ بش ذي السينا خطر ماذا تم طوط لعمر في الجامعة والسينا صلاة الجامعة والسينا ركو أندر السينا فرصة أتسسين 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 أتسسل ذفير بورغازيس ذفير بمغاريس ذفير نميس ذفير نجمس عادي أتسسل صلاة التطوع صلاة النافلة ذي رمضان مثلا إزمر ذاقش ذاقش طوح إزمر ذا الإمام ذا ذا سور رشي تيش فان نغ ذا ذا سلو عادي ولكن ذا صلاة النافلة وذا ذا ذا يرقز أنامه صلاة ذا ذا التطوع ذا التراوح ذا ذا طوح للتشجيع بش يقدم بش هذه الظل صلاة تراوح ركعتين ركعتين صلاة النوف ذا نجل فقط الإشارة مهمة كأنني أقول من باب بلفت الانتباه بش من غفلوش عن صلاة الجماعة في بيوتنا في أسارنا ذا وين من ثني الأجر ذا فرصة ثم غار ثلو ثقش شين فرصة سبعة وعشرين درجة سأرقز على الفرص هذا يرقز هذا يرقز هذا يرقز الجو معك إذن مرتب حيات ستظل وحدث خاصة أنت فغر لذلك كنصيحة الدين النصيحة ودي سيون تروح صلاة العيد السن صلاة الجامعة خطر تحفظ تدريب خامس تحفظ ونصيحة والتذكير ولفت انتباه إنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة صلاة الجماعة أفضل ولك روايا ابن عمر إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني صلاة المنفرد ذاكذ حديث أبي هريرة إناد صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده وإن رأي الظل تظلي تكذ الجماعة والجماعة تتحقق باثنين فأكثر سن إنايك أفضل من صلاة يعني أحدكم وحده مير الظلي وحده بخمسة وعشرين جزء إذن رواية أبي هريرة الحديث النبوي إناد بخمسة وعشرين ماشي سبعة وعشرين ولكن تغير الوصف جزء ودنر درجة أم زوار وحده أبي هريرة إناد سبعة وعشرين درجة ذا قيناد خمسة وعشرين جزء ذا غون زرار أشحى القيمان للجزء ثل الرواية نظن ضعفة إذن ولدت ثلاث الروايات يوث درجة يوث جزء يوث ضعفة والحديث السفقة تنتهي للإمامان البخاري والإمام مسلم وكذلك الإمام مالك في موطئه وسبحان الله ذا الهدية سين في صلى الله عليه السلام أشود هنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ركعة ما إلا يخذ زران للمسبوقين الشيخ يبدأ تظليث بعد يوثان متأخرين وإلحق ثلاث ركعات وسناث ويوث إن ندوين دي دي يوث فقد أدرك الصلاة يعني أدرك فضل الجماعة يلهيو ذروح الجماعة ذي الحق الجماعة ذي شوري لقار يتزل لنت أحاديث إديف إدينا إدينا بالليب لد ما ذروح بطريقة هادئة لا حرج أن يقار بالخطى ولكن ما يستزل لكن كنيس الإمام يصلي بدف صلاة نتسادي تسزل تسزل خاطئ لنت أحاديث سنذكرها بالتفصيل في موضعها بعد نسناك ترقيع الصلاة يعني صلاة المسبوق ولكن بشغي شجع أن في صلى الله عليه سلم في الإدراك يعني الإجتهاد لإدراك صلاة الجماعة بش الإنسان ينال هذه السوض الفضل للجامعة 27 درجة 25 جزء إن دمثل قضيوث مث قضيوث فقد أدركت الصلاة يعني أدركت فضلها وأجرها بعد ما دينا القاضي عبد الوهاب ويستحب للمنفرد إعادة إعادة يعني إعادة صلاة أي مع الجماعة ما عدى المغرب في الجماعة هذه المسألة أشرنا إليها فيما سبق في موضع من المواضع ولكن ثلاثا هذا وقتها إن يستحب للمنفرد وين يظل وحدث تظليثيس أما ذو الصبح أما ذو الطهور أما ذو العصار أما ذو العيشاء مع دا المغرب يظل وحدث لقخام أما بعد يفقد سيقخام يعد في الجامعة يسلل إما ما يتظل لنأكد الغاش يعني صلاة الجامعة يستحب ما شيء واجب يسعى الشغل ستعين ربين إما إلا إلا ساعة ساويل إلا في راحة في ساعة من أمره يلها ذي روح ذي عودي الظليثيس أكد الجامعة إما ذي الجامعة نغ خارج الجامعة ظران الجامعة المهم جامعة يفقد الغاش كرنر الظليث أي أسيع وذي الظليث نيق الظول على وجه الاستحباب أي غر بش أذي ويل جرن الجامعة الظليثيس ثقيت ورم كن يثم مثل الشغل النغ كذي الدون الظليث أن نسزل إن شاء الله رب يرضى في الله ونعمر الحسنة ونكثر من شهود الخير مدام السعيد فرصة تفض ذات الجامعة أقل كدس الوضو السعيد الوقف وثق دار وثسوحر صدار هذا الظليث إذا تقمض أكا تقمض سراجل أصد أنني الظلي سراجل هذا الظلي ولكن ما تشي على وجه الوجوب على وجه الاستحباب ما عدا المغرب خطى المغرب ويتريا ولي قال خطى ربنا سيعي وإذا ما كان سوغال شفعية ثق في تفاصيل وإن كان بعض العلمان الحديث يعني مدي هذرا في الاستحباب للجامعة للجامعة لأنه صلها ويترا وحده ومسي عاود ويترا الويترية تحققت ولكن هنا تقيد يعني بشرح ببيان ما ورد في كتاب التلقين ويستحب للمنفردي إعادة ما عدا المغرب في الجماعة ثقي شرحناها ولكن في الإعادة إفادة ندونك أربع فرضيات ونريع يظل النموذج يوني الظل ثظليث نطهور خاميس وحدث إفرد يفد ثجماعث ثجماعث إفرد يفد يفد نطه يفد جماعه إما ذي الجامع نغضر الجامع داخل المسجد أو خارج المسجد يستحب له أن يعيد صلاة الظهر إميقعوذ فظليث الظهر السؤال أصمى حكم الصلاة المعادة مع الجماعة عشو الحكم ينس لن تربع الإحتمالات يأما نافلة خطر ثني الظل وحدث ذو الفارضة يزل طهور ذاين أدى ما عليه من فارضة فين كنم يعوذ أو كذ الجامع أتت وحسف نافلة أذي ويأجر نافلة وقي الفارضية الأولى فيسنة أتت وحسف فارضا فين يزل دقو خم وحدث أتت وحسف ذي النفيلة فين يزل لك ذي الجامعة أتت وحسف ذي الفارضة وحسف 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 خطر الناد أذي 27 درجة للفارضية فيسلثة جبر أو إكمال المعنى يستظلي فيني الظل وحدث يزمر تخص أتي جفر صف لي ثني وميعاوذ تهر نفس ناث اجفر أين خصا ذي الظل الثام زواروث اك الظل وحدث ثلال فارضية فيس ربعا تفويض يعني وين الظل يرى لمر يريف سن الرب فوض الله جل جلاله وهو الذي يعتبر الأولى فارضة أو نافلة والثانية فارضة أو نافلة أما كنا مظل أني يسير ربي سبحانه ذكش إقزران ذكش إقزران ثني فان أكثر خذمية ذال فارضة بل أكثر سن ثني أتس وحسف ذال فارضة ثم زور فيك الظل وحدث ستس وحسف ذال نافلة أربع نفل فرض جبر تفوض والفرض كلها منطقية ولماذا دينين يجب أن تصليحها نغو يقفل العقل يقفل العقل لكن ما لانت نفل أو فرض أو إكمال أو تفوض أم بعد يهضر الغيد في الفوائت يناد والترتيب في الفوائت واجب ونزللل تهر الغصر وثنتي الغصر المدى والمغرب الدين والترتيب التهر الغصر تس سنة خطر مك إكيد وسنت إما لنزلللل أصلا المبض سنة إثوه أم هيا لنخدم ذك أدنيني وجمسلم عاصي فقط ذنسلم ياسا يقر لا إله الله محمد رسول الله ولكن ياسا رب أخطر بسيقر أقيم الصلاة نتسسيقر مازالية مزيغ أرذم وراء مقرر ذو صلعين أم بعد يسهل الحال يبص تينيثوف أسنيني إيلا قتغر مض في ظل النيني أين مثز مرض بالترتيب لا تزرد العيشة بعد الطهور بعد العاصر وبعد المغرب خاطئ يا إما أتزلد الفجر الصبح الطهور العاصر المغرب العيشة وقيد الترتيب أكلم صدفار نغ كل تزلي ثرنوية تزلي تزلد الصبح الحاضرة أرنوية صبح نياد دان تزلط طهور بس الحاضرة تزلط هور نياد دان أكني المغرب العيشة أذغث تغطر مض يون واس أما كنت زمرض من المث زمرض ذكر أتزل ضيب يومين ثلث يام أين مض زمرض ولكن محافظة على الترتيب إيوان ما يفذان سيطهور الجواب نعم إزمر ذي الظل الطهور العاصر المغرب العيشة الصبح نغل في الجر الفارضة أيغر خطر أول صلاة ظهرت في الإسلام هي صلاة الظهر ومن جهة أخرى تصلى وقت الظهير هث إيميلي ون أحين كني والله رغم غسق واسع مين ثلاث ذي المزمر يكثر من نوافل التي سيأتي بيانها الآن لنت الرواتب للا الظحى للا خير ربي ما شاء الله أك صلاة القيام صلاة التهجد صلاة تحية المسجد ركعتين الوضوء يعني النوافل الكثيرة إذن ما يلا يفذي غرم ثلثيس ما تشي الشرطة يغرم الفذا فيك ولم ذن يغرم ثلث إعدان أندي سوالس ولكن ما يهلي يوضن أسنين الظل كانت ظلي في حضرا ذايا خطرق لك ضموض الشرعي السوسع في الله يفغس كليسر ربينا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذا إيميل ذا مسافر سافر صفر قطعة من العذاب يعيا إيميل ليس عين فقاون مشغول ورغر مارا هذا يخدم كان النية باللي تسوالس ما يجتهد ويموث قفل هذا فكث ظل يعدان ربي غفور رحيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا وإذا أخذ بالرأي الفقه الذي يقول بالإكثار من النوافل فلا حرج فلا حرج ولا نضيق واسعا ولكن الأصل أن ذمته مشغول بالصلاة يتوالس ريز الظولار أين عدان أما كنت ينو صف رمضان ينو صف رمضان بعد يتشا خطأ يتشا خطأ يتشا القوث نغي سو أمان أهد نيني في صحة السين فقد أطعمه الله وسق الذي يعتمد على هذا الحديث يقول كوري غر مر سن ش تعو ذرا نكون الجوا بدنيني الحديث دي النار وغر مر أدي قارور يسا رد نوف ذا هذا مكان هو ماهوش مسؤول ماهوش آثم ولكن دي الحقيقة غري الظمر هذا أقول إيشا خطر الصيام ما معنى الصيام معنى الامتناع عن المأكولات والمشروبات يعني طول نهار سيصحور نغسي الفجر إلى غاية الغرب غرب الشمس ولكن هو لم يصم ذلك اليوم لأنه أفطار إفطار نغسي أمان أفطار 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 إلى الحديث وعيد دينان رفع عن أمة الخطأ والنسيان يغلو وما استكره عليه إذن جميع الأحاديث ترفع الإثم ولكن لا ترفع القضاء إذن هذا رأي السادة المالكية والمدارس الفقهية حينما تتناقش لمزيد من لتوسيع المدارك ولإثراء المنظومة الفقهية والسادة المالكية عندهم أصل من الأصول مهمة جدا سيأتي أيضا بيانه في الوقت المناسب اللي هو مراعاة الخلاف إذن أذي غرمت الظلي سمكادننا ويقضيها على صفة أدائها هكذا قال المصنف إما إليون إلا ذا مسافر طهور ذا العصر إلا ثنتي الظل قصرا أركاتين أركاتين إسعى ظرف معين تزول ألم ديو ظالمغرب أم كثنتي غرم آثنتي غرم أكن إلا على صفة أدائها ما يلا ذي السفر ذي الظل سنة سنة يجوز إما إلا إذا أتمها يجوز إذي الظل ربعة ربعة الصلاة الجهرية جهرية ولو صلى هنهارا ما رأي غرم المغرب ذي العيشة يخيذ القواس صلى وقت في الظل وزال سرية طهور ذا العصر سرية ولكن الصبح أكد المغرب أكد العيشة جهرية إن سمك إنتي غرم ولم يغرم الظل في ساعة خمسين سنة غرد فر أتي الظل ويقضيها على صفة أدائها الجهرية جهرية والسرية سرية ولو صلى السرية ليلا أو صلى الجهرية نهارا خطر ويقضيها 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 على صفة أدائها وبعدين الناد المصنف والنوافل ضربان منها منها ما له وقت المرتب وما لا سبيل له سوى وقت إلى آخره سنكمل هذه المسائل في الدرس القادم ولكن السجل قد نفك شيء يعني بعض الأحكام المتعلقة بالنوافل مدام ذكرت كلمة النوافل في البداية والنوافل النوافل التطوع أنواع تصيق الله والحمد لله وخير ربي يشوف من خصائص العبادات في الإسلام التنوع ذي رمضان ذي لا الفرض ذي رمضان بعدين النوافل بسم الله ما شاء الله سيام شوال عرفات تسوعا وعشورا لاثنين لخميس لأيام البيض خير ربي ما شاء الله إلى التنوع وحتى في سئل العبادات ذي الظليث انسى عن النوافل نكوني ما ننسى وحاسب ذي لا خرث أنسى وحاسب في الفرائض أيني غيخص ذي الظليث يخيرا يمكن أن جبرت الظليث النغ إما أما كنت النغ الساقي عن طريق إعادة الصلاة مع الجماعة وقد قلنا الفرضيات يا ربعاء نفل فرض إكمال وتفويض نغ بالاستغفار الدليل من فكس ظليث أدنيني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام وإنك السلام تبارك يا ربعاء ما يغر خطر أي نغ خص ذي الظليث النظر الفلاح ربنا ربطه بالخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون السؤال ما هي درجة الخشوع هل طرع عندنا خشوع ممكن نغفل نسينا بعض السنن بعض المستحبات بعض هذا كله وارد بالاستغفار وكذلك مين سوحاسب في الفرائض أين غي خص ذي الفرائض هذه توجفر ذي لخر من النوافل والنوافل الله يبارك بسم الله ما شاء الله على سبيل المثال صلاة الظحى وسيأتي بيانها بالتفصيل وفضلها عظيم وقاذي تظلان صلاة الظحى مين شرقي طيج عند حل النافلة حوالي ربع ساعة عشرين دقيقة إما ركعتين نغرب على الركعات نغرب على الركعات نغرب على الركعات الرواتب الرواتب كما في حديث عائشة يناد النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر من ثابر وين يعني وين يحرس هذه تظاية المثابرة معناه يدوم هذه ذوم على اثنتي عشرة ركعة اثنتي عشرة ركعة من السنة بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ولم ينسل الخام لا نفرح ولم ينسل نفرح ما ينسل في السنة الخام وليس كما على الشيخ أعطي له الدار الخام في السنة الخام لا يوجد الخير إن شاء الله سوف يتصرعون المرّة ذو قخام اللقرار داروا القرار ذا شوثوا قخام الجنّث في ديناره النبي صلى الله عليه وسلم في ديناره قامش يكفي أنه في الجنّة يكفي بأنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تفضل ربي في كيّك الوعّذ نغنفي صلى الله عليه وسلم ما يفكد الوعّذ أتفرح وانفرح يناد النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر على اثنتين عشرة ركع من السنّة بنى الله له بيتاً في الجنّة حديث أمّينا عائشة رضي الله عنها أربع ركعات قبل الظّهر ثق رواية من رواية الحديث هناك رواية أخرى أربع ركعات قبل الظّهر أربع ركعات قبل الظّهر نافلة رواتب السنّة بعد الظّهر وركعتين بعدها أي بعد الظّهر هاتين ستّة وركعتين بعد المغرب السنّة ركعتين بعد المغرب هاتين ثمانية هاتين ثمانية وركعتين بعد العشة هاتين ثمانية وركعتين قبل الفجر الفجر المقصود دقيق فاريضة معنى الصبح ركعتين من المقصود هاتين ثمانية هاتين ثمانية هاتين ثمانية وركعتين هاتين ثمانية ألف ومائة وربعين وخرّجوا أيضاً غيرهم رواتباقي أيغر ماذا الفيذة السنّة؟ الحكمة السنّة؟ السنّة جبّر النقص الوارد أو الحاصل في الفرائض أنجفر أنا غالى لماذا جفرني؟ إلهو الجفار أين يخصني جفريث؟ خط الفرائض فرائض أندخوصاً تنجفر بالنوافل أمين يجفر الزكاتينس؟ الفاريضة؟ الصدقة أمين يجفر رمضانيس؟ الفاريضة؟ ستطوع تظليث الفرائض؟ ذاق أتنجفر سالرواتب لص النوافل سفي تاقي حكمة من الحكم لذلك شريعة هذه الصلاة لها الرواتب كذلك شريعة للتقرب إلى الله الإنسان يكثير من الصلاة ويتقرب إلى الله أكني قزولة ذي قربارسيذ يا ربي وكذلك شريعة لتحبيب الصلاة والإقبال حبيب الصلاة للمصلي والإقبال على الله والتهيء للصلاة مثل ربع ركعات انتاع الظهر قبل الظهر إلى أخيره الظهر 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 إلى حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي قبل الظهر يعني الظهر قبل الظهر 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 من سيدة عائشة أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس الظهر ثم يدخل فيصلي ركعتين بش أنفهم النوافع الرواتي ولكن ما يليون يبعد خامس حال الحال بش أن يروح الجامس الظهر الجامع عادي إلى آخره وهكذا وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين حديث أيضا صحيح خرجوا الإمام مسلم رقم الحديث 730 أبو داود رقم الحديث 1751 الإمام الترميذي رقم الحديث 436 وهكذا ولحديث ابن عمر إنا تصلوا في بيوتكم نوافل يعني حتى الفرائض ولكن ما الندى يقول ما يقرر الجامع خرجوا الجامع ولكن ما تشي واجبا ذي ظل دي الجامع باش كان يكونوا واضحين ولو كان جارا للمسجد ولو كان ذي جارا للجامع ما تشي ذي الفرض هذه الظلد الجامع هذه الظلد وخميس ما يظل دي الجامع الجامعة وكذا ندى شو الفضل ليس هو ما يفعذ وخميس في الجامع أكنك فعذ ذيكس على جار يعني إلا أنت معايير خرب الإسلام النغب بسم الله ما شاء الله إلى ذيكس كلش المنطقي الله العقلي الله المعقولي الله الخيري الله بسم الله ما شاء الله وكذلك والحرج مرفوع خطر ما إلا صافين سيزدغري في الجامع لكا ديني واجابا معنى واجابا معنى تلقى ذي الظال بسيف الله هو طبعا وفي ذلك حرج قد تنتابه ظروف لا تسمح له بذلك لماذا نحرجوه بقولنا بالوجوب إذن والرأي استمعتم إليه ولكن الناد صلوا في بيوتكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتخذوها قبورا قالوا قالوا لخاملون ذي الزهوان تجباني دي المقابل لا حديث خرجه الإمام بخاري رقم الحديث ألف ومية وسبعة وثمانين والإمام مسلم رقم الحديث ثلاث سبعات سبعمية وسبعة وسبعين إلى رأي وايضة شو دين القضي عياض يعني قالوا واحد الرأي لطيف إن أداؤها في النهار في المساجد أفضل ولكن أداؤها في الليل في البيوت أفضل وفي الأمر سعه حسب حال المصلي كولي ونكني قلة ونزماد في القاعدة عامة وهكذا بعد هذه اللغة الفضل يعني صلاة القيام الليل والتهجود وفي أحاديث نبي صلى الله عليه وسلم أن دا ديف جنب اللي أفضل الصلاة بعد المكتوبات صلاة الليل وبعدين لنت صلوات ومقارن صلوات ذوات السبب يعني ميلا مثلا يغلوه في الوقت تحل فيه الصلاة النافلة يغلوه في ثلاثة متمديث تحل تحل النافلة تحل النافلة يغلوه في الحداش تحل النافلة إلى آخره ولكن ما إلى بعد العصر لا يصلي النافلة لا يصلي النافلة صلاة تحية المسجد ما يكشمت بعد العصر الجامع وريد صلاة النافلة خطر صلى العصر المغرب وليش النافلة إما إلا يظل الفجار ذو خامس الرغيبة يروح ذو الظل صلاة الصبح أو كذ الإمام يبضد ما ذلك كير الإمام وريد ظل ركعتين خاطئ ذي قيم يسبحوا ذي قيم ذو كل أحكام وردت هكذا خطروا ليش النافلة الفجار كذ الصبح وليش النافلة إما إلا يسديون بنيتي المرور العبور ذخ الدام من هذا بريد يكشمت سيهنة ذي فالسيهن بريد ظلالة وتحية المسجد لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام الطواف حتى الطواف إذا كان متعذراً يعني يصلي ركعتين هذا القدر يجزي ولكن ما إلا ذخ الدام يخدم ذخ الجامع سوف يميدك الجامع ذي الظلالة كاتين لا وفي ذلك حرج شديد والحرج مرفوع كما تقر القاعدة الفقهية ورب يند وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية الأخيرة بارك الله وفيك الآية الثمانية والسبعين رب يرفع الحرج عننا وإذا خدم ذي الجامع يتفغيك شم ما يشمدك شم هذه الظلالة خاطئ إنها غذاء عدد ذم سفريد إنها غذاء شمدوا لسعر اللوظو ووريف غارة ذيق اللوظو ولا مقرير ووريف تفارى اللوظو مثلاً هادي ذي قيم عادي ولكن ما يسادي شمد بنية المكوث في المسجد وهو على وضوء يصلي ركعتين ثاقي قرنص ركعتين ذات سبب أي بسبب دخول المسجد معنا في غادي نيغ إننا نتنوا في الله بارك بسم الله ما شاء الله أكتفي بهذا البيان نكمل مجالسنا لاحقاً إن شاء الله وقدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته